تلتهب الساحة السياسية في العراق في صراع بات أكثر وضوحا بين الدولتين المتحكمتين بالمشهد إيران وأمريكا جولات مكوكية يقوم بها المبعوث الأمريكي بريت ماغورك مع مسؤولين في الأحزاب السياسية في العراق للإسراء في تشكيل الحكومة الجديدة والهدف كما تقول الصحيفة ذاهل الأمريكية عدم تكرار أخطاء الماضي وترك الساحة فارغة لإيران لتفعل ما تشاء في العراق وتكشف الصحيفة الأمريكية أن إيران تعمل على تقويض إمكانية تشكيل عراق موحد وتسعى لتشكيل حكومة ضعيفة ومخلصة لها وذلك من خلال دعم قادة الميليشيات سياسيا للوصول إلى السلطة وأعلان الكتلة الأكبر مع المالكي اتهامات تؤكدها زيارة وفد من ميليشي العصائب لإيران لبحث ملف تشكيل الحكومة وإجرائهم مفاوضات مطولة مع مستشار رئيس البرمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي تولى مهمة إدارة الملف العراقي في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق ويظهر المالكي كما تقول ذاهل هو الأقرب اليوم لتمهيد الطريق لقادة ميليشيات إيران في العراق لتعزيز ما وصفته بنظام الغنائم الشيعية داخل الحكومة ومؤسساتها وعلى الطرف المقابل يبدو التحالف الذي يقوده العبادي غير بعيد أيضا عن مغازلة إيران حيث جدد الأخير رفضه للعقوبات الأمريكية على طهران هذه المغازلات السياسية التي تلعب على حبال أمريكا وإيران يبدو أنها بحسب المتظاهرين ستبقي العراق حائرا مريضا كما حال مواطنه اليوم في البصرة يموتون موتا بطيئا بمياه ملوثة بسبب عجز الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 عن بناء محطات تنقية وبنية تحتية ليس لعجز بالميزانية بل لفساد ذات النخبة التي تريد اليوم تشكيل الحكومة الجديدة بالعراق